بمناسبة تسلم هولندا رئاسة الاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر رئيس وزراء هولندا مارك روتو خاص قناة يورو نيوز الدولية بمقابلة أجراها في أمستردام أولاف برونز رئيس وزراء هولندا ما الذي ستقومون به خلال فترة رئاسة بلادكم للاتحاد الأوروبي من أجل التسريع في عملية توزيع اللاجئين الذين تمت الموافقة على طلبات لجوئهم وهم ما يزالون في إيطاليا واليونان لو بقي اللاجئون في إيطاليا واليونان لأمكن الحصول بسهولة على نتائج المشكلة تكمن في أنهم يصلون إلى اليونان ويتابعون طريقهم إلى ألمانيا والسويد وبلجيكا وهولندا عبر سلوفينيا والنمسا وبلاد البلقان الغربية علينا أن نضاعف إمكانيات الاستقبال ومراكز تسجيل اللاجئين في إيطاليا واليونان وفي دول أخرى وانطلاقا من هذه المراكز يمكن أن ننقل اللاجئين إلى باقي بلدان الاتحاد الأوروبي السويد والدنمارك أعادتان مراقبة الحدودية دول أخرى ستتبعهما ودول سبقتهما هكذا يبدو نظام شنغين مهددا لقد اقترحتم جعل شنغين منطقة محصورة بخمسة دول ما هي الخطة اليوم من أجل إنقاذ منطقة شنغين هولندا لم تتقدم بأي اقتراح ما قل ماهو يتمحور حول التفكير بأن أزمة اللجوء مستمرة حتى الآن في فصل الشتاء يستمر تدفق اللاجئين وسيستمر تدفقهم في الربيع يجب أن نفكر في السبل المتوفرة لمعالجة أزمة اللجوء كل الجهود منصبة الآن على الاتفاق مع تركيا وعلى بناء مراكز التسجيل والاستقبال وعلى قدرة هذه المراكز على استقبال اللاجئين في اليونان وإيطاليا وسنركز على هذه الأمور خلال الشهرين المقبلين في نيسان أبريل المقبل سيجري استفتاء في هولندا حول اتفاق الشراكة مع أوكرانيا ماذا لو جاءت نتائج الاستفتاء سلبية؟ نحن نعمل بالفاعل كي تكون النتائج إيجابية الأمر ليس باستفتاء هناك قانون هولندي يمكن من خلاله لمجموعات من الناس أن تجري استفتاء استشاريا حول قضية معينة وهذا ما سيحصل من جهتنا سنسعى إلى الحصول على نتيجة إيجابية وسنشرح للهولنديين أسباب موافقتنا على هذا الاتفاق وبالطبع إن الاتفاق مفيد بخاصة لأن حرية التبادل التجاري جيدة للدول التجارية كهولندا سنجني أرباحا كثيرة عندما ستصبح أوكرانيا فعالة أكثر مما هي عليه اليوم تبقى بعض المسائل المتعلقة بسيادة القانون وبحقوق الإنسان وهناك بعض الأمور التي ناضل من أجل الحصول عليها الاتحاد الأوروبي بعض الناس يعتبرون اتفاق الشراكة مع أوكرانيا بمثابة تمهيد للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ولكن إذا ظهرت النتائج وكانت سلبية سنتخذ موقفا مبدئيا لأن الدستور يلزمنا بذلك سنخدع الموقف للتصويت في البرلمان الهولندي سننتظر السادس من نيسان أذريل لمعرفة النتائج وبالانتظار سوف نعمل بكل طاقتنا من أجل الحصول على نتيجة إيجابية